الآن للتوسع في النقاش حول الهدنة التي قامت باقتراحها واشنطن وبحسب ما تم تسريبه على موقع أكسيوس ينضم إلينا السيد مائير كوهان من القدس مرحبا بك أستاذ مائير عبر سكاينيوز عربية يبدو أن الولايات المتحدة تضغط لهدنة إنسانية لكن إسرائيل على ما يبدو برئيس وزرائها بن يمين نتنياهو يرفض ولديه تخوفات أو هناك هواجس قد تعيق قبوله هذه الهدنة ما هي برأيكم بغض النظر عن ما هو بات معلنا في وكالة أكسيوس أن أي هدنة مؤقتة تعتبر وقفا لإطلاق النار وبأن رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو لا يثق بحركة حماس أولا هناك رأي عام في إسرائيل يرفض بشدة أن تقدم إسرائيل هدنة إنسانية بدون أن تحصل إسرائيل على مقابل فيما يتعلق بالرهائن حتى على الأخل زيارة للصليب الأحمر لهؤلاء الرهائن ماذا بالنسبة لطفلة عمرها ثلاث سنوات وفقدت أبويها رضية عمره تسعة أشهر لا نعرف ما هو مصيرهم وبالتالي عندما نتحدث عن هدنة إنسانية يجب أن تقابل بعمل إنساني أيضا من الجانب الآخر ثانيا نتنياهو مستعد كما أعلن في المقابلة الصحفية التلفزيونية في الأي بي سي هو أعلن عن استعداده بالهدنة أو بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الرهائن وهذا عرض عرض مهم إذا أردتم فعلا حماية المدنيين في قطاع غزة على حماس أن تقبل بهذا العرض من أجل شعبها ومن أجل المدنيين إذا كانوا يتحدثون عن اهدمام بالمدنيين ويبدو أنهم ليس لديهم أي اهتمام وهو كما ظهر ذلك من خلال التصريحات عندما قال خالد مشعل عندهم ربنا وربنا معهم وموسى أبو مرزوخ يقول أن الأمم المتحدة هي التي تتولى رعايتهم ونحن في الأنفاق نحافظ على نفسنا هذه الأمور غير مقبولة وبالتالي على المجتمع الدولي أن يضغط على حماس لأن هؤلاء الرهائن ضد القانون الدولي أن هناك رضيعا مفقودا لدى حركة حماس أو تم احتجازه واعتبرت أنه مصيره مجهولا أقل له هذا المصير مجهول إنما مصير أطفال فلسطينيين نباتة معلوما هم تحت القصف الإسرائيلي تحت ركام المباني تتحدث أيضا عن شرط لحماس أو شرط للقوات الإسرائيلية بأنه نريد الرهائن مقابل وقف إطلاق النار شرط حماس واضح يريدون استعادة المعتقلين في كافة السجون الإسرائيلية ألا تعتقدون أن نيتانياهو بإصراره على استعادة الرهائن هي ورقة ضغط وورقة مغامرة كبيرة بحياة هؤلاء أولا بالنسبة لسؤال حضرتك فيما يتعلق بالمدنيين والأطفال المسؤولية الكاملة تقع على عاطق حركة حماس التي أعلنت الحرب ولم توفر الحماية للمدنيين من أفراد الشعب الفلسطيني أنت تدخل إلى حرب ولا توفر لشعبك الحماية وتقول الأمم المتحدة هي التي ترعاهم أو ربنا معاهم هذه أمور هي منافية لكل شيء منافية للقانون الدولي بالإضافة إلى ذلك فيما يتعلق طبعا بالإفراج عن الرهائن هذا أمر مطلوب وهذا يعني القانون الدولي يحرم هذا الأمر الذي يتعلق بالرهائن هذا يتنافى مع القانون الدولي هل برأيكم الجانب الإسرائيلي حما أكثر من 1400 شخص فقيدة أو قتلة من جانبه؟ لا هناك كان هناك إخفاق وهناك طبعا فشل زريع وهناك اعتراف بذلك من كافة المسؤولين بما في ذلك نتنياهو الذي تحمل بالأمس في حديثي مع الأي بي سي قال أنه يتحمل المسؤولية وهذه الأمور سيتم بحثها في ربما قامت لجنة تحقيق للبحث هذه الحرب ولكن سرعانا ما استعادت إسرائيل زمام الأمور فيما يتعلق بهذه الحرب وهناك التفاف من المجتمع المدني مع الجيش وهناك إصرار من جانب الجيش على تحقيق أهداف هذه الحرب وهي أولا الخضاء على الحماس وثانيا تحرير والإفراج عن الرهائل في التقرير الذي نقله موقع أكسيو السيد مائير هناك أيضا فرضية تقول أن إسرائيل لن تتمكن من استئناف القتال بعد ثلاثة أيام من وقف إطلاق النار ولذلك نتنياهو يرفض هذا العرض من قبل أو ربما هذه الضغوط من قبل بايدن بهدنة إنسانية هل برأيكم إسرائيل أو القوات الإسرائيلية تخشى ضعفا بعد ثلاثة أيام من وقف إطلاق النار لسيما أن حركة حماس شكلت صدمة في الشارع الإسرائيلي من السابع من أكتوبر وهي حتى اليوم صامدة نوعا ما وربما حققت مفاجآت بالأسلحة والأنفاق التي تحتمي فيها نعم صحيح ما فيه شك أن كما أعلن نتنياهو بنفسه أن وقف إطلاق النار سيعني الاستسلام حركة حماس وهذا الأمر بيتنافى مع المبادئ التي وضعها من أجل تحقيق أهدف هذه الحرب وهي القضاء الحماس والإفراج عن الرهائن ولكن طبعا هناك يعني ربما الحديث يدور عن هدنة تاكتيكية يعني ربما لمدة ساعة أو هنا أو ساعة هناك كما قال نتنياهو من أجل الإدخال المساعدات الإنسانية وربما الإفراج عن الرهائن أيضا لكن إسرائيل استجابت لطلب الرئيس بايدن بتوسيع المساعدات الإنسانية للنازحين في جنوب قطاع غزة ومصر تقوم بدور هام ودولة الأمارات أيضا بصدد إقامة مستشفى ميداني هذه التوقفات التاكتيكية لمدة ساعة من هنا وساعة من هناك بحسب تعبير رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو هل هي ربما قد يراها مراقبون بأنها تجويع أكبر للفلسطينيين نحن نرى طوابير الأطفال والمدنيين الذين يريدون الماء ويريدون الطعام ما الذي ستفيد هذه التوقفات التاكتيكية لساعة من هنا ومن هناك؟ يعني ربما يدور الحديث عن إمكانية الإفراج عن بعض الرهائن أو ما شابه وهذا الأمر يتعلق أيضا بالمساعدات الإنسانية وإدخالها كل هذه الأمور تدور حول هذه الهدنة التاكتيكية ولكن ليس هدنة إنسانية لأن الهدنة الإنسانية إذا أردت هدنة إنسانية عليك أن تقوم أيضا بمخابل إنساني بالإفراج عن الرهائن أو ما شابه فيما يتعلق طبعا بالمعتقلين في السجون الإسرائيلية يعني ربما هناك اختراحات بالإفراج عنهم وترحيلهم وإسرائيل ستلتقي معهم في يوم من الأيام كما حدث مع كافة المعتقلين الذين خرجوا من السجون الإسرائيلية هل برأيكم الولايات المتحدة في حين عندما تضغط على نتانياهو بهدنة إنسانية ويتم الحديث بحسب موقع أكسيوس أنه نقاش يدور بين الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر عن إطلاق صراع عشرة إلى خمسة عشر رهينة ما هي برأيكم جنسيات هذه تلك الرهائن ولماذا يتم التركيز على عشرة إلى خمسة عشر شخصا في حين أن هناك أكثر من مئتي رهينة أو ربما يعني محتجز لدى حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية أنا أولا ليس لدي أي علم فيما يتعلق بأي صفقة يتم الحديث عنها كما ذكر موقع أكسيوس لكن طبعا الهدف الأساسي لإسرائيل هو الإفراج عن كافة الرهائن المتوجدين لدى حماس وهذا الأمر طبعا يتنافى مع القانون الدولي وهذا الأمر مطلوب على حماس وهو يشكل عبء على حماس لأن حوالي خمسين رهينة من جنسيات مختلفة وهناك ضغوط على حماس من أجل إفراجانها الآن الموضوع الأساسي هو ما هو الدور القطري ما الذي يمكن لقطر أن تلعبه في ظل هذه الظروف أولا قطر بمساعدتها لحركة حماس هي ما فيه شك أنها أصبحت تشكل جزءا من المعادلة التي تتعلق بالإرهاب في المنطقة ومن أجل أن تحافظ على مكانتها والتي استعادتها بعد الدورة الألعاب الأولمبية التي جرت في قطر لكن النقاش يدور سيد مئير بين إسرائيل والولايات المتحدة وقطر من أجل إفراج عن تلك الرهائن شكرا جزيلا لك أعذرني عن المقاطعة أنتهى وقت هذه المقابلة أستاذ مئير كهان من القدس الكاتب والبحث السياسي شكرا جزيلا لك